اهلا بحضر لكم مرة تانية في الريمونتادة وشيتوس ضيفنا في الريمونتادة شيتوس النهاردة الاهلي بصراحة فاز فوز غير مقنع عايزة في رأيك ايه في الفريق ورأيك ايه في الاختيارات والشكل اليجومي للفريق ايه رأيك؟ مستمئده هو الاهلي بيمر مرحلة مش مهم الفوز يبقى هزيل ولا حلو ولا شكله عامل ازاي لان فعلا الاهلي بيمر بمرحلة فنية صعبة جدا صعبة جدا وده يبقى من بعض القرارات الفنية اللي الخواجة بياخدها بداية مثلا من المطش اللي فات انه قاعد ناس كتير جدا وقعد كده كانوا متقلقين في مطش الاتحاد السكنداري جي المطش اللي بعدين راح مغير الناس وراح مقاعدهم فبيغير في رتم المباريات وفي تشكيل المباريات بشكل كبير يبقى عنده محمد هاني للباك رايت يلاعب كريم فؤاد باك رايت ويلعب محمد هاني باك ليفت وبعد كده النهاردة يقلب الآية ويخلي محمد هاني هو اللي باك رايت وكريم فؤاد هو مش مستكشف حاجة ولا بيستكشف يعني ولا هو بيعمل كده عشان يشوف طب ما يستكشف في التمرين وفي مساعد اسمه وكابتن سامي قمصام راجل مسك في الفريق وبقاله 3-4-5 سنين مع مديرين فنين مختلفين وعارف امكانات اللعبة يكلم الراجل ويقوله ويقوله ويفهمه بجد إنما القرارات اللي بتتاخد يعني أنا من ضمن الحاجات مثلا النهاردة إن أنا قاعد لاعب زي محمد أشرف باك ليفت موليد 2001 وكويس جدا وعمل ماتشاط كويس الفترة اللي فاتت يلعب يبدأ ليه أجيب واحد كريم فؤاد ممكن يبقى يعني سابورت لو حد لو الدنيا ما فاش حد لخالص إنما ماتشاط زي دي مصر مقصة يعني ما احترامي للإسم طبعا إنما فرقة من فرفرة يعني فنية من فرفرة في الدوري وفي الكاس فهي السنة دي فيها ملعب صغيرة وخبرتها قليلة وكل عاجة جدا جدا يعني لو ما كانوا لعب كريم فؤاد وينجباك ومحمد هاني وراس انترباكي بالزبط يعملوا جابة في الآية التنمية مع الناس وكريم فؤاد وينجباك يلعب باك رايد ببطاير على طول فما عنديش مشكلة إن أنا بقا لعب كل راح في مركزه وإنما ما عادش هستكشف واخد وقت لأن أنا بدي انطبعا للناس للجماهير إن أنا مش عارف حاجة هي دي المشكلة فاللغاية دلوقتي الناس حتى عمل ماتش في يوتشير ماتش كويس عمل ماتش الاتحاد ماتش كويس إنما ما بينهم هتلاقي فيه ماتشات كتير وحشة الناس مش قادرة تعرف هو مدرب كويس ولو مدرب وحش الناس مش قادرة تكتسب ثقته فماتش النهاردة ماتش كان مهم إن انت تكسبه خلاص كان مهم إن انت تتعدد دور ده لأن برضو من ضمن الحاجات وانت راجل مدرب وعارف الكلام ده من ضمن الحاجات الصعبة في الكورة إنك تلاحب فرقة ملاش منامح إنت بتلاحب بمصر المقصة مترصصين بس يعني مفيش حاجة فنية تكتيكية واضحة تقدر إنت تقول أنا هاجمهم من الحتة دي هطلع من الحتة دي لا إنت وحظك بس إنت لسه بلعبهم من أسبوعين الناس بتلعب بخمسة وراء وبتلعب باثنين لعبها على دايرة واثنين ونجب يدفعوا كويس جدا بيحاولوا لعبوا في الماتش الأولاني حاول إنه يلعب في ظهر عالي معلول يعني أفكار كابتن عين أفكار وق يعني أيام مطش مصر المقصة أو هناني كانت ضغوطات لسه ما تشالتش من على سوارس لما كانش لسه قرار مجلس دارك لا أنا ما تكلم في شكل المقصة يعني يعني عايزين نروح السورة اللي بعدها ما قلش آآ يش هو بيلعبوا كده خمسة أربعة واحد باتنين لعبها على دايرة بيرحلوا آآ يعني بيدوا وقت للسنتر باك اللي نهاية الكورونا ويطلع بالكورونا بشكل كويس بالعكس أنا شايفش إيوز إن هو يعني كانت النهاردة فرصة كويسة إن هو تبان أفكاره بقى لهجومية يعني ما هو أنا أقول لكم ما عندوش ما فيش فيش أفكار واضحة وغاية دلوقتي خالص لأنه واضح إن هو مش مستكش في العيبة وهو كلاسيكي جدا في تغييراته حتى يعني في تغييراته ما بيقدرش إن هو يعمل مخاطرة ويلعب مثلا آآ يعني مثلا النتيجة صفر صفر ما ينزلش اتنين يلعب اتنين جوال 18 ويبدأ يطلع باك ولا يطلع سر باك ويدخل واحد معنوش بلان بياه لا معنوش هو بيطلع باك بينزل باك بيطلع فروت بينزل فروت بيطلع نص ملعب بينزل نص ملعب يعني واحد مكان واحد ما بيقدرش ياخد مخاطرة النهاردة عمل تغييراته كلها كده هتلاقيها كلها تغييرات مركز بمركز فما بيخدش الرزق مش قادر ياخد الرزق ده ما عرفش ده هل هو محتاج وقت فعلا لان هو كمدرب طبعا محتاج وقت ان هو يشتغل ولا هو شخصيته اصلا شخصية اللي هو ايه شخصية منطقة دافقة عارف فيه فيه شخصيات مدربين لا انا اغامر ومعنديش مشكلة خالص وفيه مدرب تاني يقولك لا انا يعني هلعب بالمضمون وطلع واحد مكان واحد وخلاص ملعبش في الفتغيرات او في بوزيشنز بتاعت اللاعب بس انا في رأي ان هو مدرب كويس جدا لكن ما عندوش خبرات فك الكسافة الدفاعية يعني فك الكسافة الدفاعية للمنافسين نخلي بالك ده اسلوب لعب ان ان انت تبقى متعود ان ان انت مثلا لو انت قلت بتدرب قبل كابين فيكا او بتدرب بورتو او بتدرب سبورتنج لشبونة او بتدرب حتى سبورتنج براجا فرق من الفرق اللي معظم الفرق بتنزل تدفع قدامها بيبقى عندك خبرات مطلقمة ازاي ان انا فك الدفاع دي صح هو مدرب طول عمره بيلعب في فرق متوسطة فاقل فهو هو اللي بيعمل التكتلات هو طول عمره اللي بيعمل التكتلات فدي محتاجة ادارة الكرة في الاهلي تاخد بلع من الحتة دي كويس طبعا انك داخل على موسم انا بقولك كنت بقول فلو اللي انتو سبعين فرق بتلعبك واقفة لسه هقولك ميدو يعني انا طول عمري بقول ان مدربين الاهلي والزمالك لازم تمرنهم يبقى مختلف عن التمرنات العادية تمرنهم يرصصوا انت عندك 25 لعب 30 لعب بتلعب 11 ودد 11 في التأسيمة مثلا في النادي مفيش احسن من ال 11 حتى لو ال 11 دول الاحتياطي لو لعبوا اي فرقة في الدورية هيبقوا فرقة جامدة هيبقوا 11 جامدين المدافعين بتوحهم مدافعين رصص الناس ومرا على الكلام ده طبعا شغل تكتك جومي لازم بتشتغل الشغل ده بشكل كبير جدا مع كل المدربين اللي جوم كنت بشوف دايما جدا من الجزء على فكرة كان بيشغلنا الشغل ده كتير جدا فرقة مترصصة وفرقة التانية اللي هتحاول لقى وعلى فكرة اشتغلنا مع مدربين كان ساعات مثلا في نص ملعب يروح مزود الفرقة دي اتنين لعيبة صح عشان عادي يروح مطلع لعيب مصبوط بحكي روح مطلع التاني وبحكي روح مطلع التالت مصبوط وتبتدي او يسهلها لك او او يسهلها لك فيصعبها لك هبتدي ان انت اشتغلت كويس مسلا على ثمانية لعيبة بحكي روح مزود يبقى تسعة بحكي يبقى عشرة بحكي يبقى احداشرة وبتشتغل معها بالزبط وهتلاقي كل ما بيزيد لاعب كل ما بيبقى فيه صعوبة على المهاجمين محتاج حلول اكتر ومحتاج تفكير اكتر ومحتاج سرعة في الاداء غير التصرع ومحتاج انك تبقى فيه سرعة في الاداء فكل الكلام ده لازم المدربين تشتغل عليه انت بتقول ان لازم ادارة الكورية بقى لها دخل او تدخل ده ده المفروض من التعاقد المفروض انا قاعد معادي بتعاقد وجايبك نادي كبيرة تبقى عارف ان انا شوك 70% زي ما انت بتقول 70% من الفرق اللي بلعبهم هم بلعبهم كده مين اللي بيلعب جيم مفتح قدام نادي الاهلي نادي الزمالك نادي الاسماعيلي يعني وفيوتشر بيرامدز بيرامدز اللي هم 30% انما السبعين في المية بيتكتلوا فلسفتهم التكتل فلسفتهم ان هم يرصصوا ويلعب على المرتدات وانا بحترم ده على فكرة لا انا زكاة زكاة لديم كانت طبعا انا مش ضد ده انا اقول دايما الكلام ده بس انا دحكت عشان بفتكر انا وصديقي سيميوني لما روحت المعيشة بتاعت سيميوني اتكلمت معاه فبقوله انت دايما معتمد على انك الاستحواز ما بتهتمش بيه انا ما يهمنيش الاستحواز انا يهمني ان فرقتي تبقى واقفة كويس قوي و 86% تبقى مع الكرة مع المنافس وانا في الاربع دقائية الاخيرة هاخطف دي فلسفته انا ما عنديش الامكانيات 86 دقيقة 86 دقيقة انا ما عنديش امكانيات مدية تخلينا جيب لعيبة برشلونة ولعيبة ريال مدري ان ما عندي امكانيات تخلينا جيب لعيبة تنفس فكرتي وهي البدنية عالية قوي عندهم ويتحركوا ككتلة واحدة وما عندهمش مشكلة انهم ما يمسكوا الاستحواز بس عارف اللي ساعده سيميوني اكتر بشكله اكبر ايه ايه ان هوية اتلتك ومدريد اصلا نشيته من الستينات والسبعنات ان هو اتسا كاونتر اتاكين تيم من زمان فهو جي ركب على ال يعني مفيش انها مثلا لو انت بتدرب ارسنال مثلا او بتدرب الستي او بتدرب تلك عشان كده فرقة دي عمر اما بتفكر في التعاقد مع سيميوني مثلا او ان هو مدرب لان لو لعب بالشكل ده مثلا في الامارات السوالة بتاع هيواجه مشاكل كبيرة جدا مع الجماهير طبعا عايز مره 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 بعد ما اتكلمت على موضوع سيميوني ده لقيت كابتن علاء عبدالعيل كان مسك سعيد كفيرة فقال كان مسك الداخلية فقال انا سيميوني مصر رح تكتبلك بصده بتقول لا ما تخشش على شغلة زي ان خشش على شغلة بعض انفعش كده كابتن علاء